يعطيكم ألف عافية وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون الجبنة البلدية أو نحكي لها كمان الجبنة البيضة إن شاء الله من خلال فيديو رح أذكر لكم أهم التفاصيل وصورت لكم كمان أهم الخطوات حتى تنجح الوصفة معكم تابعوا مع الفيديو بالتفصيل خطوة بخطوة حتى نعمل مع بعض أطيب وأشهى جبنة بيضة للوصفة هون رح أستخدم حليب الغنم إذا حبيتوا تخلطوا بين حليب الغنم وحليب الماعز أكيد ممكن كمية الحليب هون رح أستخدمها هي 25 كيلو طبعا هون أنا قسمتها على طنجرتين هلا رح أحط الطنجرة على الغاز ورح أسخن الحليب رح أحرك هون الحليب شوي حتى إنه ما يلزق معي بالنسبة هون لتسخين الحليب رح أتركه لحد درجة 40 في حال مش متوفر عندكم مقياس الحرارة ممكن عن طريق طرف الأصبع تحطوه بالحليب حتى يتحمل معاكم درجة حرارة الحليب على هون رح أورجيكم الخميرة الخاصة للجبنة طبعا هاي الخميرة أنا جبتها من الصيدلية الكيس الواحد بيعمل عندكم من 10 ل 15 كيلو يعني أنا هون استخدمت كيسين رح أحطهم للـ 25 كيلو رح أورجيكم الخميرة من جوه هيك بيكون لونها أنا هون رح أحلها بكاس من الماء بذوبها كثير منيح بشيل الطنجرة عن الغاز وعلى طول بنزل الخميرة بحركها تحريكة بسيطة حتى تتوزع عندي على كل الحليب وبعديها بغطي الطنجرة وبتركها مدة ساعة لازم تتركوها مدة ساعة كاملة رح أورجيكم هيك بعد ما تركتها مدة ساعة شوفوا ما شاء الله الجبنة هيك قوامها عندي كثير ممتاز هلا هون رح أعمل معكم خطوة كثير مهمة رح أعمل خطوط بالطول وخطوط بالعرض لما تيجي تنزلوا السكينة لازم تنزلوها لتحت هاي الخطوة حتى نطلع كل كمية المصل موجودة عنا بالجبنة برجع هون بغطي الطنجرة وبتركها مدة ساعتين طبعا هاي كمية المصل بعد ما تركت عندي هون الجبنة مدة ساعتين شوفوا ما شاء الله قوام الجبنة هلو هون رح أحاول أقطعها باستخدام المعلقة وبعديها رح أنزلها بالكيس طبعا هاي الخطوة كمان بتسهل عليكم الشغل رح نحتاج هون جاطة كبير بالإضافة لأسلة كبيرة ورح أستخدم هون قطعة قماش طبعا هاي القطعة هي خاصة للجبنة جبتها من محلات القماش هلو هون رح أنزل الجبنة رح أحاول هون في البداية أنزلها شوي شوي بعدها رح أنزلها مرة واحدة كمية المصل رح تطلع من الجبنة كمية كثيرة كبيرة طبعا هاذ المصل احنا ما منكبه منرجع منغليه ومنطلع منه القريشة هون رح أحاول أعصرها شوي حتى أحاول هون أطلع أكبر كمية من المصل شوفوا كمية المصل أنا هون رجعت رجعتها على الطنجرة وغلتها حتى طلعت منها القريشة هلو هون باستخدام طبعا سلة كبيرة وحطيت تحتيها سدر حطيت الجبنة طبعا قبل ما أسكرها هون رح أحط حبط البركة حبط البركة أختيار بسيب طاعتي نكهة كثير طيبة للجبنة لما أجي هون أسكرها بنفس قطعة القماش حاولوا ترتبوا قطعة القماش سكرتها من كل الأطراف ورح أحط هون عليها ثقل قبل ما أحط الثقل حطيت هون الفررامة ورح أحط فوقيها الثقل ممكن تحطوا أي ثقل أنتبتكم إياه أنا هون استخدمت وزنات لفيتها بي الكيس الخاص للطعام طبعا بعد ساعة زدت عدد الوزنات حتى صارت تقريبا عندي 20 كيلو المدة هون تركتها تقريبا مدة ثلاث ساعات وكل شوي كنت أحط ميت المصل على جنب هيك عندي بعد ما تركتها مدة ثلاث ساعات رح أرجيكم قوام الجبنة ما شاء الله قوام الجبنة رح أفتح عليها الكيس شوي شوي وبعديها رح أبلش أني أقطع فيها الشكل اللي رح تأخذوا الجبنة هو نفس الشكل اللي أنتوا رح تحطوا فيها إذا حبيتوا مثلا تكون معكم شكل مستطيل أو مربع بيعتمد على السلل أنتوا رح تحطوها هيك عندي أول ما شلت عنها قطعة القماش هلا هنا على طول رح أبلش أني أقطع فيها بالنسبة هنا للتقطيع برجع لكم بدكم حجم كبير حجم وسط أنا هنا كلياتوا عملتوا حجم وسط لما أجي أستخدمها بيكون علي سهل الشغل على طول أول ما إنكاحها خلال ست ساعات بتكون عندي جاهزة على طول بيطلع الملح منها فيه ناس بتحب إنها تكون القطعة كبيرة بس بتغلب شوي لما تيجوا تستخدموها طبعا في العادة الجبنة هي بتنعمل في محلات الألبان فيه بيكون مكبس خاص للجبنة وبيطلع شكل تمام يعني بيطلع شكلها مربع أو مستطيل فبتكون عنها كل الأشكال من تضمع هلو هنا رح أغطس الجبنة بالملح الخشن طبعا كل قطعة هنا غطستها بالملح الخشن حطيتهم على صنية وتركتم تقريبا مدة يومين حتى طلعت عندي هون كل كمية المصل من الجبنة هاي الخطوة كثير مهمة بتزيد عندكم المدة حسب كمية الجبنة اللي أنتوا نقعتوها بالملح هيك عندي بعد ما مركت تقريبا مدة يومين الجبنة عندي هون ناشفة نزلت كل كمية المصل الخطوة البعضية هون رح أحضر معاكم لغلي الجبنة رح نحتاج كاستين من الملح الخشن لكل كاست ملح هون رح أحط 6 كاسات من المي عادت كاسات الملح بيعتمد على كمية الجبنة عندكم طبعا هون حركت مع البارد بعدها حطيت الطنجرة على الغاز حتى يذوب عندي الملح المطيبات رح أحطها هون على المية المحلب والمستكا طبعا المحلب والمستكا هن اللي بيجيبوا نكهة الجبنة كمية المحلب اللي استخدمته هون معلقة كبيرة وكمية المستكا هون أقل من معلقة صغيرة حتيتم مع بعض حتى أطحنهم ولازم يكونوا معي نعمين ما شاء الله ما تتخيلوا نكهة المحلب والمستكا مع الجبنة جدا شهية الكمية هون طبعا كلها رح أحطها بالكيس في حال مش متوفر عندكم هذا الكيس ممكن تستخدموا أي قطع تقماج تحطوا فيها المحلب والمستكا بعدها بتربطوهم كثير مليح نزلت الكيس هون في المي ورح أتركه يغلى شوي حتى تاخد عندي هون المي نكهة المحلب والمستكا على طول هون رح أنزل قطع الجبنة لما تيجي تنزلوا قطع الجبنة بتكون معكم لتحت لما تبلش عندكم هون تغلى المي تطلع عنا قطع الجبنة لفوق طبعا هون لازم تتركوا قطع الجبنة تغلى أقل شي مدة خمس دقائق طبعا مدة الغالي بتعتمد على كمية الجبنة عندكم أخذت هون كمية من ميت الغالي حطيتها على السدر اللي رح أنزل فيه الجبنة طبعا هاي الخطوة كثير مهمة حتى نعقم السدر لما تيجي تنزلوا قطع الجبنة بالسدر حاولوا أنكم تحطوها بطريقة مرتبة لأنها رح تأخذ نفس الشكل هيك عندي طبعا بعد ما بردت عندي الجبنة تماما رتبتها بالصينية وهلا هون رح أرجيكم طريقة الاحتفاظ بالجبنة بالنسبة هون لطريقة الاحتفاظ ممكن تحطوها في المرتبنات طبعا لازم تكون عندي المرتبنات معقمة وهون طبعا هاي الكمية بتأخذ عندي كمية منيحة وممكن كمان تعبوها بأكياس بلاستيك حسب أنتوا طريقة الاحتفاظ اللي بدكم إياها المية اللي غليت فيها الجبنة نفسها رح أحطها في المرتبنات ورح أسكر عليها طبعا الجبنة حطيتها بالكيس دخلتها بالفريزر بظلها عندكم مدة سنة ما بصير لها شي بالنسبة للمرتبنات حطيت عليها عود من الخشب حتى ظل عندي قطع الجبنة للتحت ما تطلع معكم لفوق لازم تغطوها كثير منيح بمية الجبنة هيك عندي طبعا الكيس اللي حطيت فيه الجبنة سحبت منه الهواء ودخلته الثلاجة وهي الوصفة اليوم بتمنى إنها عجبتكم بتمنى كمان إن الفيديو عجبكم إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناة الاشتراك فيها ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا للحسن المتابعة معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي